بسم الآب والابن والروح الكدس الاله الواحد حل علينا نعمته وبركته من الآن وكل آوان وإلى ظهر الدهور كلها دائماً أبدياً أمين أولاً يا أحبائي أشكر الله التي أتى بنا إلى هذه الساعة أتى بنا إلى هذه الأيام والتي نختتم فيها عاماً مباركاً عام أبدي لنبدأ بعد كده بعد يوم عام جديد إن شاء الله برضو قبل ما أبدأ وأكلمكم باسمكم نطلب نياحاً للسيدة عيدة يو وقيم في تسكال الأربعين ربنا نايح نفسها ويعزي كل أهلها ومحبيها الإنجلي النهاردة أحبائي بيتماشى مع التوقيت توقيت نهاية سنة يبقى الكتاب يفكرنا بنهاية الأميام يفكرنا أن كل ما أعطي لنا في هذا العالم إنما هو أمانة وزنة من قبل الله ولابد أن تأتي ساعة نقف فيها أمام الله ليخاطبنا كما خاطب الوكيل في هذا اليوم أعطي حساب بكالتك الكنيسة أصدق ترتب ده عشان مع نهاية كل عام يبقى فيه نوع من مراجعة النفس وفي نفس الوقت الفصل من الكتاب بينتهي بتذكرنا بأهمية بل حتمية الأمانة في هذا العالم في الوزنات التي أعطيت إليه من قبل الله لأن على أساس أمانتنا ومخدرها يتحدد مكانتنا في ملكوت السماوات إنما الحقيقة أنا عايز أركز على جملة صغيرة قوي في إنجيل النهات قصة كلنا عارفينها وبنقراها كتير مش ملاحظين في القصة دي في حاجة غريبة شوية إيه الغريب فيها إيه الغريب في القصة إيه الغرم متوقع في القصة مش هحيركم كتير القصة هنا المالك يبثل الله بكل الحب أعطى هذا الوكيل إمكانياته حتى يكون مكيلاً عليه القصة هنا المالك وصل له إن الوكيل ده غير أمين ومع ذلك لم يحكم عليه غيابياً بل استدعال منقشته في الوشاية اللي وصلته ولم نتأكد من صحة الوشاية قال له أعطي حسابه كالتك وفي هذا لم يظلمه بل هنا المالك وهو يشير إلى الله يوضح أيضاً طبيعة الله في طول أناته رغم أنه عارف أنه مخطئ ورغم أنه قال له اعطي حسابه كالتك ادى له فرصة مزيد من الزمن طبعاً لما بيدينا مزيد من الزمن لأجل مراجعة النفس ولأجل الرجوع عن الخطأ ولأجل السلوك في الفضيلة ومع ذلك هذا الوكيل لم يستغل الأمر إيجابياً لم يستغل الوقت الزيادة ده إيجابياً زي واحد يجي له ظروف صحية صعبة قوي 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 ويقول لك ده معجزة ده إن أنا خفيت طب ما هي فرصة تانية يا ربنا بالدهاني هعمل إيه بقى في الفرصة اللي جاية دي أو ده أعطى فرصة ولم يحسن استغلالها بل ضاعف إساءة استغلاله بمزيد من عدم الأمان لحد كده القصة منطقية تتناسب مع طبيعة الله كله الحب إنما الغريب هنا العبارة اللي قالها الكتاب عن السيد المسيح فامتدح السيد الوكيل إذ بحكمة صنع المتوقع أن نسمع تعليق من السيد المسيح على عدم أمانة الراجل على فكرة القصة ليس الهدف منها إطلاقا إدانة هذا المخطئ بدليل أن كل كلام اللي جاي بعد كده هو تركيز علينا مش على المخطئ مش تركيز على خطأ المخطئ بل تركيز علينا لألا نخطئ بأننا المفروض نبقى أمنا الغريب إنه يمتدحوا 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 على إيه ده مش أمين ده إنشان مش كويس شوفوا حبيبي لا فيه شرير كل شر ولا فيه بار كل بر تاني لا فيه شرير كل شر ولا فيه بار كل بر كل لد تحت الضعف إنما هنا السيد المسيح يديني درس عملي لطيف العين تفكروا معايا كده إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا السيد المسيح هنا بيعلمنا كيفية اختناء العين البسيطة إزاي أفتش على النقطة المضيقة إزاي أفتش على النقطة الإيجابية حبيبي إحنا دايما ما يشغلنا هو سلبيات الآخر وإن شغلنا بسلبيات الآخر يشغلنا كثيرا عن سلبياتنا وإن شغلنا بسلبيات الآخر يفقدنا كثيرا سلمنا مع نفسنا مع الآخر مع ربنا لأن صاحب العين البسيطة اللي بيدور على الإيجابيات يعيش في سلام مع نفسه يعيش في سلام مع الآخر وبالتالي هيعيش في سلام مع ربنا أنا عايز بس إحنا النهاردة نتدرب على دي ندور على الإيجابي ونركز عليه ندور على الإيجابي ونتكلم عنه نتدور على الإيجابي ونمتدحه ندور على الإيجابي ونشجع صاحبه وعلى فكرة السيد المسيحي كان قال قال كده عن الراجل اللي مش أمين ده ودور على حتة إيجابية فيه وهي نعمل الحكمة البشرية إلا إنه ده كان مسلك السيد المسيح في فترة حياته على الأرض شوفوا حبيبي هقول نقطتين بس حتى ما أطولش صاحب العين البسيطة يفتش باستمرار عن السلبيات آسف يفتش باستمرار على الإيجابيات متجاهلا السلبيات وبالتالي بيبقى حريص إنه يتكلم ويتعامل مع الآخر وفقا الإيجابيات اللي فيه حتى لو كانت قليلة مش العكس تعالوا نشوف القصة دي تمشي في موضوع الوكيل واضحة قوي كله سلبيات إنما ربنا ركز على الحتة الإيجابية الصغيرة وأتكلم عنه صاحب العين البسيطة يركز على الإيجاب الحاضر متناسيا السلبي في الماضي تلاقي بابا ابنه زعله في حاج مهما الوقت يعني بيحاول يعمل كل ما هو إيجابه ويرضي بابا فيه بس أنا مش حنسالك يا بابا انسى وتبقى الزوجة يعني زي الشمعة المنورة جوه والبيت وبس سبع منها كلمة دايقته أنا مش حنسالك الكلبة أبدا يا عم انت بتعكر دمك ليه يا حبيبي انت بتركز عن السلبي ليه من فضلك تركز على الإيجابي كتير ركز على الحاضر الإيجابي وعيش حاضرك اللي فيه إيجابيات وانسى الماضي اللي كان فيه سلبيات في بيت بيت دخل السيد المسيح ودخل الاتوحدة مضيها كله صعب والفريس قاعد يترقب مش داي يعني بيقولوا عليه نابي يعني طب هيعرف من الست دي ولا مش هيعرف فلا أن المسيح بيتعامل مع الست معاملة جيدة جدا فأداني المسيح في قلب لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة ومحالها أنها خاطئ هو فكر في المرأة وفق اللي ماضيها طب رب المجد تعامل مع المرأة وفق اللي حاضرها بغض النظر عن ماضيها رب المجد شايف إنسانة تائبة بتغسل بدموعها رجليه شايف إنسانة مطدعة بتمسح بشعرها رجليه شايف إنسانة كريمة عطاقة بطيب كثير السمن بتسكب على رجليه شايف إنسانة ممتلئة إيمانا رغم خطايا الماضي جاية ولها ثقة في الغفران لا طبعا لاجي منسانة كل الماضي قدام الإجابة فتش يا حبيبي عن الإجابة وركز عليه عشان كده رب المجد سلس الدوق على إجابيتها وامتدح وفق لإجابيتها وميزها في تقديره وحكمه عن الفريسي اللي لسه بصص للماضي بصوا حبيبي اتنين كانوا جنب السيد المسيح وقفين جنبه اتنين جنب السيد المسيح والاتنين بسبب خطاياهم حكم عليهم بالموت والاتنين ما فيش لحظات قليلة كانوا بيشتركوا مع بعض في إدانة السيد المسيح ولكن لحظة تغيير لحظة نعمة غيرت واحد فيه فلم ينظر رب المجد لكل ماضيه إنما بص لللحظة الفارقة واللي على الأساس حكم عليه التنين حكموا عليه وفقا اللي ماضيه بالموت والسيد المسيح حكم عليه وفقا اللي حاضره بالفردوس اليوم اليوم تكون معي في الفردوس أنا عايز أقولك حبيبي فتش على الإجابة ولو قليل جدا وركز عليه وامتدح فيه وشجع عليه أنت لو شجعت على الإجابة الصغير ده ممكن يحتوي كل سلبيات ويقود الشخص ده في طريق جديد خالص فاكرين المرأة السمرية هي رايحة في عزة وتعامل معها رغم أنها إمرأة خلافا للوضع وقتها تعامل معها بكل تكريم رغم أنها السمرية واليهود لا يعملون السمريين وبدأ يقودها للحديث عن ماء الحياة عن الأبداي وبدأت تطلب ماء الحياة طب ماء الحياة هذا محتاج توبة يجرحها أو لها توبي فلا ادع زوجك اذهب يودع زوجك وبعلينات له ايه ليس ليه زوج بصراحة يعني بصراحة كده هي قالت حاجة هي اعترفت هي تابت بمقيصنا نحن وما تكمل الكلام أنت مقلت حاجة لسه لا رب المجد ميسك في العبارة الصغيرة واعتبرها تير قوية وساعدها أنها تقول اللي مش قادرة تقوله من خلال أنهو يقوله لها بس عشان يقوله لها يقولها بطريقة ما تجرحهاش فيمتدح اللي قالته قبل ما يكلمها وبعد ما يكلمها قبل ما يقولها لأن كان لك خمسة أزواج والذي معك ليس بزوجك قال لها حسنا قلت والقال تقول إن جرح يتختم وقال هذا قلت بالصدق هو فين ده رب كفاية الجزئية دي الجزئية دي بمثاب التغيير يا جماعة نركز على التغيير ولو بسيط نركز على الإجابة ولو بسيط عايزك تفتش عن أي شيء إيجابي يركز عليه وامتدح صاحبه وشجعه عشان يتغير أنا حكتفل كده لأن أنا مش عاوز أطول كلام كتير قوي في الموضوع هذا في النهاية صاحب العين البسيطة يفتش عن الإيجابة ويتجاهل السلب ساحب العين البسيطة يعيش في سلام مع نفسه يعيش في سلام مع الناس يعيش في سلام مع الله وليلحنا كل مكتوب كرامة من الآن وكل أعوان وإلا دارتون أمين